نصبح لحضراتكم مرة تانية وخلونا دلوقتي قبل ما نبدأ فقراتنا نروح نصبح على زملتنا في الستوديو دينا شرف دينا صباح الخير صباح الخير يا أحمد صباح الخير يا جمعنا صباح خير والسعادة على كل مصير في كل مكان دينا يمكن خلينا أقولك بقى سر أنا راجع نبرح من الأقصر كانت درجة الحرارة 19 بالليل نزلت القاهرة بالليل لقيت درجة الحرارة 9 أنا أكاد أبكي من فرط البرودة يعني النهاردة الصفح كانت جاو بردك هنطمنيني بقى وزعنا في الآن دي هنطمنك دلوقتي فأنا هاخدكوا في جولة سريع عن أحوال الطقس حضراتكم النهاردة الطقس هيكون بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري في سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووصل سيناء فيه كمان أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري ونشاط رياحة لأغلب أنحاء الجمهورية درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 16 وأعلى درجة حرارة هتكون في حاليب 25 وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 13 درجة هنتبع مع حداكم التقس بالتفصيل بعد شوية لكن خلوني أخدكم من التقس للمرور وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات وطبعا دلوقتي الناس بدأت تنزل الشوارع هنبدأ جولتنا من القاهرة ونشوف طريق الكورنيش أمام اللي جاي من ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات بطول كورنيش إنيلو حتى ميدان عبد المنعم رياض وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرية أما طريق الكورنيش القادم من حلوان بيشهد كتفات بسيطة عند شارع الأصر العيني المتجه إلى ميدان التحرير في أيضا بعض الكتفات بشارع رمسيس وصولها للعباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران أما كبري أكتوبر متجه لمنطقتين الإسعاف ورمسيس بيشهد سيولة مررية واللي مكمل أعلى الكبري في اتجاه منطقتين غمرة والعباسية ومدينة نصر في بعض الكتفات المررية أما حركة السيارات بمحور صلاح سلم المتجه من نفق المرغاني ومصر الجديدة في سيولة مررية نستكمل جولتنا بشوارع الجيزة ونبدأ من شارع الهرم المغلق كليا في الاتجاه القادم من المريطية اتجاه ميدان الجيزة ده طبعا بسبب أعمال إنشاء محطة متر وأنفاق مدكور وده بيسبب ظهور كثفات بتزيد مع وجود تحويلات مرورية كمان بتظهر كثفات بمنطقة مشعل وكثفات من شارع العشرين حتى الطلبية وفي أيضا كثفات متحركة للمتجه إلى الكبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين كمان بتظهر بعض الكثفات على محور صفت اللبن المتجه من الدئري وصولا إلى شارع السودان في كثفات مرورية متحركة ويفضل التوجه لمحور عرابي اللي بيشهد كثفات أقل شوية وبتظهر كثفات بسيطة بمحيط ميدان النهضة ومحيط جامعة القاهرة أما شوارع السودان وجامعة الدول العربية والبحر الأعظم في سيولة مرورية ناخدكوا لمحافظة القليوبية والطريق الزراع القادم من إلى القاهرة بيشهد سيولة مرورية لكن في بعض الكثفات قبل مطلع الدئري وكمان في بعض الكثفات قبل ميدان المؤسسة لكن الزراع المتجه لبنها ووسنة وطنطة في حالة من الانتظام المروري والسيولة أما المتجه كمان إلى محافظات الدلتة من خلال الطريق الدئري في كثفات أمام القادم من اتجاه السلام ووقف العاشر حتى منذر الطريق الزراعي ومننصح طبعا بطريق شبرى بنها الحر للقادم عن طريق شبرى بنها الحر ومتجه إلى منطقة مصر الجديدة ومدينة ناص من أفضل استخدام محور الفريق العصار نكمل جولتنا المرورية ونروح اسكدرية عروس البحر الأبيض المتوسط زي ما احنا شايفين هنلاقي كثفات بسيطة موجودة في المنطقة المحيطة بكوبريستانلي وفيه كمان كثفات متقطعة عند الإشارات بطول الكنيش أما باقي الشوارع الجانبية في سيولة مرورية نسبية الطريق المؤدي للجمعة بيشهد كثفات مرورية بسيطة لكنها بتزيد مع ساعات الضروة الصباحية أما طريق الإسكندرية مارسة مطروح الناس لازم تاخد بالها أن الإدارة العامة للمرور أجرت تحويلات مرورية بسبب تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الصحيلي والإسكندرية مطروح وتنفيذ عدد 9 كباري دورانات في المسافة من الكيلو 101 حتى الكيلو 154 ويستغرق شهرين على أن تكون الأعمال على مدار اليوم وبكده انتهت معاكم جولتنا سريعا عن أحوال الطقس والمرور في محافظات الجمهورية هرجع مرة تانية لجمانة وأحمد علشان نبدأ معاكم فقرات صباح الخير يا مصر شكرا لك يا دي شكرا